ردا على ما اعتبرته المعارضة الكردية منح صلاحيات مطلقة للرئيس الجديد قال عضو برلمان إقليم كردسان عن الحزب الديموقراطي الكردساني إن صلاحيات رئيس الإقليم لم تتغير عن الدورات السابقة وما تغير هو طريقة انتخاب رئيس الإقليم وفق القانون المعدلة يجب هناك تغيير في الصلاحيات إنما هي نفس صلاحيات قانون رقم واحد لسنة 2005 التي تم إجراء تعديل عليها في الدورات السابقة ولكن التغيير هو آلية انتخاب رئيس الإقليم في هذه الدورة هذه الدورة لكل الكتل السياسي اتفقوا على ضرورة انتخاب رئيس الإقليم داخل البرلمان من قبل برلمان كردسان وبشكل غير مباشر من الشعب في الدورة السابقة كانت بشكل مباشر من اقتراء من الشعب كان هناك انتخابات وصنا passenger ولكن هذه المرة في البرلمان حتى يتم تشريع دستور إقليم كردستان في هذا الدستور سيتم إعادة النظر بالصلاحيات توزيع الصلاحات بشكل جديد وأيضا الاتفاق على آلية انتخاب رئيس الإقليم هل ستبقى النظام السياسي برلمانيا أم ستكون انتخاب رئيس الإقليم مرة أخرى باقتراح مباشر من قبل الشعب أم ستبقى داخل البرلمان هذا يتوقف على كيفية صياغة مشروع دستور إقليم بردسان